يسأل عن حكم قراءة القرآن بالعين أخي الفاضل قراءة القرآن لا بد فيها من تحريك اللسان حتى يؤجر أما قضية النظر في العين فهذا نظر تأمل وليس قراءة فالذي ينظر مصحب مجرد نظر ولا يحرك شفتيه ولا لسانه فهذا لا يقرأ هذا ينظر يقال هذا ينظر في المصحب أما الذي يقرأ فهو الذي يحرك لسانه قل جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به والعلماء متفقون علماء الشرع وعلماء اللغة على أن القول هو حركة اللسان على أن القول حركة اللسان أما حديث النفس فلا يسمى قولا وأما نظر العين فلا يسمى قراءة وإنما هو نظر بارك الله فيك